بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات اليوم الأول من شهر أبيب شهادة القديسة أبفرانيا إفرونيا العذراء تقرأ فصول اليوم الثلاثين من شهر طوبة وهي مرتبة على شهادة العذارة القديسات بستيس وهلبيس وأغابي وأمه الناس صوفية إنجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع على جميع أغابينا داود النبي بركةه بركته علينا أمين تبادر الرؤساء إلى كل المرتلين في وسط صبايا ضاربات بالدفوف في الكنائس بارك الله والرب من ينبيع إسرائيل يا مبارك الآت باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبراص جاءت إليه امرأة معها قرورة طيب كثير الثمان فسكبته على رأسه وهو متكئ فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين لماذا كان هذا الإطلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء فعل ما يسوع وقال لهم لماذا تتعبون المرأة فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني الحق أقول لكم حيثما يكرزوا بهذا الإنجيل في كل العالم يخبروا أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها والمجد لله دائم إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع من مزمير يا بينا داود النبي بركته علينا أمين من أفواه الأطفال والرضعان هيئت سبحان لأني أرى السماوات أعمال أصابعك القمر والنجوم أنت أسستها ترجمة نانسي قنقر 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 کی Bret Sayfah رَبُّ نَا وَالْيَهُونَ وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُّنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيْحِ ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين قالت له المرأة يا سيدي أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آت يا إلهنا لأستقي قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج لأنه كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق قالت له المرأة يا سيدي أرى أنك نبي أباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون إن موضع السجود في أوروشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه قال لها يسوع يا أمرأة صدقيني أنه تأتي ساعة حتى أنه لا في هذا الجبل ولا في أوروشليم يسجد للآب أنتم تسجدون للذي لا تعرفونا أما نحن فنسجد للذي نعرفوه لأن الخلاصة هو من اليهود ولكن ستأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحاق لأن الآب يطلبوا مثل هؤلاء الذين يسجدون له الله روح هو والذين يسجدون له يجب أن يسجدون بالروح والحاق آآ someone والمجد لله داء أئم البولوس فصل من رسالة معلمنا القديس بولوس الرسول إلى كنيسة أفسس بركته علينا آمين سيروا إذن كأولاد النور لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مرضي عند الرب ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وابخوها لأن الأمور التي يفعلونها سرة ذكرها أيضا من العار ولكن كل ما يوبخه النور يعلن لأن كل ما أظهر فهو نور من أجل هذا يقول قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيئ لك المسيح فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل هذا لا تكونوا أغبياء بل افهموا ما هي إرادة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة بل كونوا كاملين بالروح مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتيل روحية مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول بركته علينا آمين لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي التي صرتن لها أولاد صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكرين معهن علمين أن النساء آنية ضعيفة معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع لكي لا تعاقى صلواتكم والنهاية كونوا جميعا برأي واحد وكونوا مشتركين في الآلام وكونوا محبين الإخوة رحومين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلما بالمكر وليحد عن الشر ويصنع الخير وليطلب السلام ويجد في أثره لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم وأما وجه الرب ضد فاعلي الشر فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تطربوا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأما العالم ينضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين آمين الابراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم وأما نحن فأقلعنا منصور وأقبلنا إلى بتول بايس عكا فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيته في لبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأن وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس فجاء إلينا وأخذ منطقة بولوس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا ما يقوله الروح القدس إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أرشاليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أرشاليم حينئذ أجاب بولوس وقال ماذا تفعلون تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أرشاليم لأجلس من رب يسوع ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن إرادة الرب لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القدس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع على جميع أبينا داود النبي بركته علينا أمين يدخلنا للملك عذارا في إثرها جميع صاحباتها له يقدم الدم يدخل لهم بفرح وابتهاج يدخل لهم إلى هيكل الملك هلي هلي ييلويا مبارك الآت باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمس منهن جاهلات وخمس حكيمات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتان وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونم ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبال فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت جميع أولئك العذارة وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإنا مصابيحنا تنطفي فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن فالأحرى أم تذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكون فلما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذار قائلات ربنا ربنا افتح لنا فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكن فاسهروا إذا لأمكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة لا يسعروا من خلال وإنسان والمجد لله هدا آآ آآ إيمان